السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم محاضرتنا موضوع جديد مختلف عن الدايود سيركيتز هلأ خلصنا احنا مواضيع الدايود سيركيتز والأبليكيشن تبعونه هلأ الأسبوع الجاي انا بفكر اعمل محاضرة يكون هاي المحاضرة فيها مجموعة فقط على الدايود بس مبدئيا خلينا نخلص او نبلش بالاوبريشن أمبليفير بتوقع الاوبريشن أمبليفير يأخذ يومين يعني محاضرتين او ثلاث بالعادي هيك بيأخذ هو بيكون مادة جزء من مادة الفاينل ما بيكون مادة فاينل كاميا احنا بالأصل منعطي بدل الاوبريشن أمبليفير او هيك الخطة هي منعطي اشي مسميه ترانزيستور او البي جي تي باي بولر جانكشن ترانزيستور هو نوع من أنواع الالكترونيك سيركيت او سيمي كوندكتور كومبينيشن او دوبت ماتيريالز احنا بتذكروا كنا نحكي ان بي او بي ان جنكشن اللي هي شو كانت بي ان جنكشن بي تايب و ان تايب دوبت سيليكون كانوا جنب بعضهم البعض وشكلوا لي الخصائص تبعت الديو الآن فيه شغلة اللي هي منسميها ترانزيستور هذا الترانزيستور هو له خصائص جزء منها مشابه لخصائص الديو بس مستخداماته مختلفة نهائيا استخداماته مستخدم الترانزيستور فعليا لمجموعة او شي مسميه امبليفيكيشن شو يعني امبليفيكيشن بالعربي؟ امبليفيكيشن بالعربي يعني تضخيم تضخيم يعني انا السيجنال اللي موجود عندي وضخمها عشان اقدر اتعامل معه طيب هلأ بدي اسأل سؤال احنا لما بنكون بنروح للمستشفى او لا سمح الله يعني وبيروح الدكتور حاط لك مثلا ECG شو هو ال ECG؟ هذا الكاثد اللي بحطونا ياهم على صدر الواحد بحطو اكثر من واحد عشان يقيسوا نبضات القلب او شكل حركة القلب او غيره من الشغلات هلأ هاي السيجنال اللي احنا بناخدها من السنسور اللي هو التبع ال ECG سنسور او او بغضا نضع شو اسم السنسور خليني نحكي عن ECG سنسور هاي السيجنال اللي احنا بناخدها بتكون سيجنال بالميليفولت سيجنال يعني سيجنال صغير كتير احنا بالعادة لما بنحكي عن السيجنال يعني عادية لاليكترونيك سيركت نحكي عن سيجنال 5 بولت 10 بولت 3 بولت هيك هذا الرينش تبعنا لكن اي سيجنال لما باخدها من سنسور انا اي سيجنال ما بتكون نهائيا قادرة على انها تشغل اللود وشو اللود ممكن يكون نتخيل انه عندي اشارة قلب هاي اشارة القلب اذا كان مثلا النبض بيطلع عن قيمة معينة بدي اشغل يعني اذا سرعة نبضات القلب مثلا الريت تباحهم طلع مثلا خلينا نحكي عن 100 beat per second او اعفهم per minute بدي اعمل انا الار للنيرس روم لحتى واحد يجي اللي عندي على غرفة المريض اوكي طيب هاي الالارم انا كيف بدي اشغلها يعني هاي الالارم بالعادة هي بتكون عبارة عن ضو زائد صوت وشغالين على 220 فولت طيب انا كيف بدي اشغل الجهاز الفاليو او القيمة اللي بتطلع منه البولتية منه تطلع السنسور تطلع منه قيمة بالملي فولت كيف بدي اشغل الجهاز بيشتغل على 220 فولت بستخدم نوع من انواع السيركيتس او الالكترونيك سيركيت منسمي operational amplifier او بشكل عام amplifier اللي هو هاد واحنا رح نسميه باختصارا operational amplifier رح نسميه اختصارا بالop amp رح نسمي op amp اوكي الop amp هيك رح يكون شكله هلا رح نخل لتفاصيل الشكل تبع الop amp كامل طيب what is an operational amplifier خلينا نشوف التعريف العلمي لالoperational amplifier تعريف العلمي للoperational amplifier هو an operational amplifier or op amp is a voltage amplifying device this is to be used with external feedback components such as resistor and capacitor هلا هدول بعدين ما نشوفهم between its output and input الفكرة شو هي فكرة انو انا بجيب هاي السيركت لها input ولها output ولها زي ما نحكي power supply خلينا نسمي الop amp زي الدايود زي غيره من السيركت او من electronic circuits او components له شكل يعني له سيمبل نتعامل معه جوة دائرة الكهربائية او جوة الدائرة الكهربائية خلينا نسميه الآن شكل operational amplifier احنا نتعامل معه كهذا الشكل مثلث زي هيك تمام بيروح لليمين اللي الساهم تابعه وعبارة عن مدخلين لقيلو two inputs v-input 1 v-input 2 او مرات منسميه v-plus v-minus v-input 1 اللي احنا نسميه non-inverting terminal شو يعني inverting يعني ما بيعكس الاشارة non-inverting ما بيعكس الاشارة مدخل l-operation amplifier l-input terminal اللي ما بيعكس الاشارة اللي هو non-inverting وفي عندي inverting terminal اللي هو بيعكس الاشارة طبعا رح نفهم بعدين شو يعني معنى انه يعكس الاشارة هذا الoperation الامplifier بيشتغل على power supply power supply بياخد positive voltage plus v-cc تمام او خلينا نسميها بشكل ادق high voltage او higher voltage او upper voltage اللي هي plus v-cc احنا نسميها plus v-cc و lower voltage نسميها minus v-cc نعطيها الاسم minus v-cc والoutput عندي بيطلع من وين من v-output فبيصرف في عندي positive v-cc اللي هو positive power supply negative v-cc اللي هو negative power supply ال v-input اللي هو non-inverting input ال input 1 يعني هذا سمعنا non-inverting لانه positive ال v-input 2 اللي هو inverting input اللي هو ها وفي عندي v-output يساوي أو EQA يعني احنا منعرفه على انه هو output of the amplifier ال amplifier هذا بيطلع منه output مقداره v-out تمام مفهوم مفهوم شو احنا الغاية من ال-operational amplifier او ال-amplifier بشكل عام او اه 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 مفهوم دكتور طيب جاوبني شو هو الغاية من ال-amplifier دكتور اني اضخم خلينا نحكي يعني amplifying voltage بشكل عام او اي في شغل عندي خلينا احكي مثال هذا بالعاد المثال انا باخر المادة تبعت ال-operational amplifier بشرحه كامل اللي هو كالتالي انت عندك خلينا نسمي مثلا AC Condition Condition بالبيت انت بدك يعني تزبط الجو يا اما بتدفي يا اما بتبر يعني يا اما بدك ترفع temperature يا اما بدك تنزل بس انت خلينا نحكي على انه انت شغال بالشتوية وانت بدك ترفع درشة الحرارة هلا انت ترفع درشة الحرارة بالعاد احنا بنعمل sitting لدرشة الحرارة مثلا على واذا نزلناها كثير ممكن تظل شوي بارس بحينا شو بنعمل sitting على 25 صح صح طيب الكنديشن عندك كيف يعرف انه الحرارة وصلت 25 درجة سلسوس وبناء عليها بيضو عن طريق sensor هو بديس الحرارة لما توصل عن درجة الحرارة اللي انت عمل على sitting بغق طيب السensor اللي انت بتحكي عنه احنا بنسميه temperature sensor مبدئيا يعني sensor بقيس درجة حرارة هذا sensor يعني اكثر sensor مشهور كtemperature sensor واسمه يعني كاسم temperature sensor اللي هو sensor رقمه بيسموه الم35 الم35 هذا السensor اذا بتروح بتدور على جوجل عليه بتلاقي انه هذا السensor بيعطيك على الأوت بتلاقي له فولتية بناء على مين بناء على ال input temperature عليه يعني حسب temperature اللي عليه بيعطيك فولتية بس مقدار الفولتية كيف بمضاعفات 10 ميلي بولت يعني لو كان او عفوا 1 ميلي بولت لو كان يعني على قليل نحكي 1 ميلي بولت أو 10 ميلي بولت خليل نحكي عن 1 عشان نسهل الحسابات يعني لو كان عندك درجة الحرارة بيكون على output عندك كم مقدار الفولتية تبع السنسور بيكون مقدار الفولتية تبع السنسور 30 ميلي بولت يعني 1 ميلي بولت مضروبة في 30 لأنه يعطيك 1 ميلي بولت لكل سيلسيوس فإذا كان عندك 30 درجة سيلسيوس يعطيك 30 درجة سيلسيوس مضروبة في 1 ميلي بولت ثير سيلسيوس اللي هو يعني 30 ميلي بولت كاتوت طيب الكونديشن نفسه إحنا لما بنشبكه عشان نشغله بنشغله من خلال شو من خلال AC power supply اللي هو 220 بولت مضبوط طيب الإشارة تبعتي أنا 30 ميلي بولت كيف بدي أستخدمها لحتى أشغل السويتش اللي هو الكتريك السويتش فعليا حتى أشغل السويتش هذا السويتش شماله يوصل الكومبريسر على 220 بولت لحتى يشتغل الكومبريسر فلذلك إحنا لما بكون في عندي أنا control system هذا اسمه control system وfeedback فيه ليش feedback لأنه أنا برفع درجة الحرارة لما بوصل لدرجة حرارة معينة بخبر الديفايس إنه شو يعمل إنه يفصل صح فإحنا feedback system control feedback system closed loop feedback system بالضبط لأنه أنا في عندي temperature أو فيه يعني ديفايس بعمل بدفد الجو هذا الديفايس فيه على الطرف الآخر جوه الغرفة فيه temperature sensor بيوصل feedback منه لين لل controller اللي هو الكمبيوتر اللي مسؤول عن تنظيم العملية الكمبيوتر بشكل بسيط جدا بقارن إذا كانت درجة الحرارة فوق الثلاثي الـ 25 افصل إذا كانت تحت الـ 25 شنغل لحتى نوصل لـ 25 درجة سلسل تمام طيب كيف نعمل هذا الحكيم رح نستخدم operational amplifier هذا بشكل بسيط طيب operational amplifier كيف بيشتغل أو شو هو operational amplifier الـ operational amplifier هو هذا هذا الشكل هذا هو السيمبل تبع operational amplifier لكن operational amplifier block diagram لإله يعني بدي أتعامل معه زي كأنه block diagram هو الوظيفة منه operational amplifier إنه الـ input اللي بيدخل عليه شو يعمله يعمله amplification بمقدار gain مقدار A أوكي يعني في عندي أنا إذا كان في عندي load هون تمام وكان في عندي source source يعني الـ input خلينا نسميه إذا كان عندي source voltage الـ input voltage دخلت على amplifier هاي السورس دخلت على amplifier على load على output بدي أشوف من VL VL شو بتكون تساوي تساوي gain اللي هو المقدار amplification اللي بدي أعمله مضروف في مين مضروف في الـ input اللي هو مين VSOFT تمام يعني VL بالوضع الطبيعي شو لازم تكون تساوي تساوي A مضروفة في مين في VSOFT يعني VL هاي تساوي VL لفتي بغض النظر أي وقت لازم دائما يكون يساوي A مضروفة في VSOFT على افتراض انه VSOFT متغيرة بالنسبة للتايم لكن لو كان source input مثلا مقدار 1V والتايم والتايم عندي 100V أو دعني نسي المين عندي source voltage 1V والتايم 5V على Output شو بدي أشوف 5V 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 100% لأنه نحن نتحدث عن voltage amplifier طيب يدخل v-input مقدار v-in بضرب لك بمقدار A ويطلع عند مين على load تمام هذا simply أنا بحكي عن هاي السئل عندي system black box وغدا نظر شو في جوا بيدخل v-s بيطلع مين v-l v-l بد يكون يساوي A مضربة في مين في v-l عفوا في v-s لكن هذا بالنسبة لل operational amplifier مش دقيق يعني أو مش دقيق مش صحيح ليش لأن operational amplifier إحنا ما بعرف إذا أنت بالعاد إحنا دائما أي circuit نعطيها block diagram زي كان black box إلها input impedance وإلها output impedance يعني لما بحكي عن input impedance زي كان بحكي عن أن هون رح يكون عندي مقاومة تمام وهون رح يكون عندي كمان مقاومة ثانية تمام فهاي input impedance رح سميها وهاي output impedance طيب إذا كان الـ gain مقداره A كان في عندي input impedance معناته الفولتية اللي بيشوفها الـ amplifier هون شو مقدارها يعني خلينا نأنزل لهون رح 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 يكون الشكل فعليا زي هك تمام كونه احنا بنحكي عن non-ideal operational amplifier operational amplifier ideal والopen loop يعطيك VL equal A مضروب في BSFD لكن الأصل شو هو الأصل أنه الـ block diagram تبع الـ amplifier هو هذا اللي هو البلغرين عبارة عن مقاومة بشوفها على input وعندي شو هون voltage source بمقدار VN مع مين مع output impedance أو يعني resistance على output يعني input resistance و output resistance ففعليا أنا لو وصلت source هون ووصلت load هون شو منقدر نشوف نقدر نشوف أنه في عندي V source من نشوف أنه في عندي مقاومة للسورس وفي عندي مقاومة للإموت إذا كانت VN هي المقاومة أو البولتية اللي على RN إذا كانت البولتية VN هي نفسها البولتية اللي على المقاومة RN كمي قيمة VN بالنسبة VS حدا بقدر يجاوب تكتب مقاومة 100% اللي هي عبارة عن VN شو تساوي VS مضربة في RN هايها VS مضربة في RN على RS بلاس RN يعني الفولتية اللي هون موجودة هي عبارة عن A مضربة في VN هاي الامبي فاكتور مضربة في VN مضربة في VN تساوي الفولتية اللي هون مع VN صح؟ مش هاي هاي الفولتية اللي هون A خليم استأكد من النتورك كانها ضعيفة عديش يكون آه دكتور كان بقتطا صوتك هيك أه س س عاده بقتطا دكتور عاده بقتطا طيب هيك ميح هيك يعني هيك جيد اه الجميع عنده كويس بس عشان تأكد يعني ما بدنا ضيع لأنه هذا بدي أسجله بدي أرجع زبطين تمام تمام دكتور طيب نرجع لاللي هون طيب نطلع على الفولتج هون اللي على على اللود ال VN شو تساوي يعني هم هضو لتو سيركتس مختلفين هاي سيركت وهاي سيركت بس الفكرة شو هون أنا في عندي دي بولتج أو ديبند بولتج سورس شو يعني ديبند بولتج سورس يعني الالبولتج سورس هاد بيعتمد على قيمة الانبوت اللي هون بس بس هم وثو سيركتس مختلفين يعني مفاصلين عن بعضهم ببعض هيك إكو فيلنت اللي رح نشوف طيب إذا كان الفولتج سورس هاد عبارة عن A في VN صح هذا السورس الفولتية تبعته A في VN معناته اللود فولتج كم نقدارها مقدارها RL على R Output بلس RL مضبوط مضروبة في مين مضروبة في الفولتية اللي هي A في VN يعني VL شو تساوي على Output تساوي A في VN اللي هي الفولتية هاي مضروبة هذا الفولتج division هون اللي هي Load Resistance على R Output بلس RL طح تمام بكتور طيب طيب هذا الحكي شو معناه معناه إنه VL مضروبة يعني VL لا تساوي فعليا اللي إش اللي بلشنا فيه احنا كأسامشن احنا كانت VL المفروض شو تساوي تساوي A لحالها هيها مضروفة VS مضبوط بدون كل هاي المنطقة اللي هون اللي بنا نفهمه هون احنا فعليا إنه إحنا لما بنعمل design operational amplifier شو اللي منحاول نعمله بالoperation amplifier منحاول دائما إنه output impedance أو output resistance نعملها zero وال input resistance نعملها infinity شو هذا الحكي بيعني تخيلوا إذا كان الـ input resistance infinity يعني قيمة كبيرة كثير هي مش infinity معناها يعني input impedance يعني قيمة كبيرة كثير إذا كانت الـ input impedance قيمة كبيرة كثير شو معنى هذا الحكي؟ يعني هاي RN input كبير وهاي كبيرة معنى هذا الحكي إنه RN مقارنة بRS شو معلها كبيرة زي كانوا رس شو معلها نقلي جبل يعني هاي القيمة كلها شو بيصير تساوي؟ زيارو دكتور لا هي RN على RS plus RN معناها RS إذا كانت RN أكبر بكثير من RS شو بيلغي الـ RS مضبوط؟ بتصير infinity كل الـ هاي لا بتصير قيمة كبيرة كثير على قيمة مرة ثانية كبيرة كثير لـ ERN شو يعني؟ يعني واحد قيمة كبيرة على قيمة كبيرة بغض النظر يعني هي ما بنحكي عن infinity-infinity احنا بنحكي عن قيمة كبيرة بشمالها؟ آه تمام فكرت infinity لأن infinity-infinity ليس واحد آه لا نحن نحكي عن قيمة كبيرة كثير اللي هي RN goes to infinity يعني ما في عندي اشي اسمه infinity إلا الـ open circuit إنه هاي تكون open circuit بس هاي فعلية ما رح تكون open circuit لأن انا بدي اياها اتمرر يكون في عندي فولتية هون يعني مر current بس الكارنت بدي اياه يكون ضئيل جداً بحيث انه اشوف المقاومة زي كانها infinity تمام؟ فهاي بتصير equal to one طيب طيب إذا كان الـ R output goes to zero يعني هذا goes to zero كمان هاي القيمة شو مصير قيمتها؟ كمان واحد يعني RL على zero plus RL واحد يعني المحصلة إذا أنا بقدر أوجد أو أصمم amplifier بحيث انه الـ input impedance لإله infinity والـ output impedance لإله zero بقدر أوصل للعلاقة اللي أنا بدور عليها اللي هي VL equal A لحالها مضربة في مين؟ مضربة في VS بظل عندي هدول ليش؟ لأن هاي القيمة واحد وهاي القيمة كمان شمالها؟ واحد تمام؟ يعني شوفوا أنا شو حاط شو عامل لكم وعن معطينا العلاقة الكاملة شو هي بناء على هاي السيركت وبعدين بعمل الفرضية الفرضية وين بترجعني؟ على الإشي اللي بدية اللي هو الـ VL of T equal A في Vs of T صح؟ طب بكتور سؤال هم؟ استعرض الواقع في IDL amplifier يعني بيكون هيك؟ لا هو ما بيكون IDL 100% بس بيكون يقارب للـ IDL يعني شو معناه؟ معناه أنه الـ input impedance كبير كثير والـ output impedance قليل جداً يعني ما رح يكون equal zero نهائياً ولا رح يكون infinity أوكي؟ يعني لا هذا رح يكون zero ولا هذا رح يكون infinity بس شو اللي بصير؟ إنه هاي القيمة VL رح تكون تساوي A مضروبة مثلاً في فاكتور مقداره مثلاً عفواً 95% مثلاً من الواحد كثير بكتور يعني أنه قريباً من الواحد كثير هاي الفكرة تمام؟ وهذا الحكي ينطبق على كل الـ circuits على فكرة ليس للـ amplifier فإحنا هاي الحالة نحاول نعملها دائماً هيك يعني أي circuit بدك تبنيها إلها input وإلها output بدك تحاول دائماً شو تعمل؟ تعمل إنه الـ input impedance لإلها شو ما له؟ وإلها الـ output impedance لإلها شو يكون 0 ليش؟ عشان الـ input impedance عشان الـ input impedance تأخذ كل الفولتية ما يكون في عندي voltage division عشان المقاوة الفولتية اللي بشوفها هون هي تكون نفسها بـ S شو معنى إنه R-Input كبير كثير؟ إذا كان R-Input كبير كثير يعني رح تأخذ كل الفولتية اللي جاي من السورس لأن الـ voltage division شو معنى؟ هاي input وهي V-S إذا كان R-S goes to 0 بصف في R-Input على R-Input تساوي V-S معناها V-N عفواً R-Input على R-Input مضروبة في V-S تساوي V-N معناها إذا كان R-S صغير الـ voltage اللي بشوفها هون أنا شو رح تكون؟ هي نفسها V-S هاي الفكرة هي ونفس الموضوع إذا كان R-Output صغير كثير بحيث أنه equal to 0 معناها الـ voltage اللي بشوفها على اللوت أنا رح تكون شو تساوي؟ تساوي A في V-N نفسه ليش؟ لأنه الـ voltage division هون رح يحصل لي شو؟ R-L على R-Output plus R-L طب إذا R-Output صغير كثير بظل R-L على R-L مضروبة في مين؟ في الـ voltage اللي هي الـ input فإحنا شو اللي بدنا إياها؟ بدنا إياها لو كانت A equal 0 عفواً لو كانت A equal 1 لحالها يصفي عندي V-N بشوفها هون نفسها V-N وعلى الـ load مين بدأ شوف؟ كمان V-N يعني في حالة عندي ideal operational amplifier تمام؟ شو اللي بصير عندي؟ إذا operational amplifier و بنحكي عنه ideal وبحكي عن l-oblification factor تبعه مقداره واحد زي كأني بحكي إنه V-load equal V-S صح؟ إذا كانت A قريباً من واحد آه بتكون نفس الإشار 100% إذا كانت A equal 1 يصفي عندي مين أنا؟ V-load يساوي V-Input اللي هو الـ source نفسه طيب بس أرجع أذكركم بشكل ألا أنا ذكرته حطيناه هنا شكل الـ amplifier كيف يكون بدنا نرجع نذكره مرة ثانية عشان نرجع نذكر ونحفظ هذا الشيء يعني الـ V-Input هاي دايما شو تساوي؟ V-plus minus V-input اللي minus V negative V positive minus V negative اللي minus V negative اللي minus V negative minus V negative تساوي AV open loop AV open loop مضروبة في من في V plus minus V minus V positive minus V negative يعني الoutput هون يساوي كونه R output equal 0 و R input equal infinite معناها الoutput اللي هي AV و V بضلوبه في من في ال difference للV voltage اللي هي V positive minus Vinyl طيب إذا حكينا إنه هاي الR input مقاومة كبيرة كثير زي كان هاي شو زي كان open circuit صح طيب إذا كانت هاي open current ما شي هون بهذا الاتجاه لا ف ال operational amplifier الideal operational amplifier إحنا عنا فرضية فيه شو هي إنه الinput current هاي equal to zero فخصية الoperational amplifier هم خاصيتين رئيسية إنه الV output equal الV input مضروبة فيه والخصية وخصية إنه الinput i-input ال current هذا اللي هون مقداره ما في عندي current هون بمر هذا idea طيب بمر zero معناته ال current اللي بمر هون كما في المنطقة هاي مضروبة مضروبة إذا سميت هذا i-input واللي تحت سميت i-input الاثنين شو بيكون قيمتهم بتكون قيمتهم الاثنينات هم zero اللي هو نفس قيمة i-input هذا أوكي مفهومة اي هاي بس النظرية تبعت ideal operational amplifier ideal amplifier خلينا نسميه ideal op amp هاي عطيكم إياه بلون ثاني op amp بدنا نسميه دائما دائما ال Vout بتساوي open loop voltage gain مضروف مين في difference للvoltage على ال input اللي هو هذا plus إنه current اللي بيدخل هون قيمته zero رح نلاحظ شغله إنه قيمة current equal to zero اللي هي i-in equal to zero هاي هي المعادلة اللي رح تعطيني الخصائص الحلوة تبعة l-amplifier شو يعني يعني هي هذه المعادلة اللي رح تخليلي ال-operation amplifier فعليا يعمل amplification لمين لا ال- voltage على ال- input تمام خصوصا لما نحن 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 عن مين عن شيء مع feedback طيب يا شباب معناها نرجع دائما لما بحكي operation amplifier بدي إياكم دائما تتذكروا لهذا الشكل إنو ال-operation amplifier إلو inverting input هاي negative هون إلو non inverting input اللي هو positive أو إذا تعكس هم هيك positive negative من فوق ومن تحت مش 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 يصفي عندي positive power supply مرات منسمي positive VCC مرات منسمي VS positive negative power supply برضو منسمي VS negative ومرات شو منسمي كمان minus VCC هلأ ممكن اللي تحط هون Voltee positive وهون تحط Voltee zero عادي أهم إشي عنا Voltage Difference يعني إذا كان هون VCC وهون minus VCC بين positive power supply والnegative power supply شو بيكون مقداره VCC minus minus VCC equal 2 VCC 2 مضربة في VCC المهم عندي دائما أن ال-difference للVoltee بين positive والnegative يكون قيمة بال-positive حسنا حسنا لحد الآن يعني ممكن أحط هون 5 V يعني هون ممكن أحط 5 V وهنا grand تمام هون بحط 5 V positive مش أعرف كيف طلعت ماء 5 هيك بس هاي 5 V فهذا نسميه بورس of light يعني زي كأنه البطارية يعني أنت ليس ال-device لا يشتغل إلا بطارية هذا هو البطارية تبع تبع من هدا ال-I input zero هدا من 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 assumption بس عشان أشوف هون شو المكتوب ال-I input zero جبنا من assumption إن هون في عندي open circuit وهون في عندي short circuit this assumption is justified by the large input resistance and the large open loop gain of the operation amplifier okay اللي هاي I input equal zero طيب أول نوع من أنواع circuit تبعون ال-operation amplifier طيب دحكي شغلة بس شباب انتخيل عندي أنا V auto تساوي A في V مضروبة في difference صح أرجع لهون مشي I V L مضروبة في ال-V S AV مضروبة في difference إذا كان هذا difference بدي أسمي VS كامل طيب يا شباب إذا كان عندي أنا ال-Volt positive هون 5 V اللي هو V CC يساوي 5 و ال-V CC 0 بدي أسمي طيب إذا أنا بحكي لك أنه input impedance VS equal one volt هذا VS إذا كان VS one volt وكان عندي مقدار مية يعني بدي A equal مية تمام شباب شباب بس واحد يجاوضني هذا السؤال إذا كان عندي VCC مقدار خمسة كان عندي مقدار مية وكان عندي input voltage مقدار واحد ال-Volt قديش ال-Volt بيكون مفروض مية دكتور هو المفروض مية بس هل أنا في عندي source يغطيني 100 V ال-Volt طيب شو ال-Maximum voltage اللي موجودي عندي على ال-Input ال-Power Supply خمسة خمسة معناها ال-Output voltage دائما limited بمقدار مين مش بمقدار ال-Gain لحاله بمقدار ال-Gain مضروب في مين في ال-VS بس لازم ما يتعدى مين ال-Power Supply دكتور يعني هنا بيكون ال-A خمسة يعني خلي على فرض فبضرب خمسة في واحد ل-VS لا ال-A 100 لكن تمام بس هل نحن 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 قيمة تبعته قبل ما نحكم انه هاي هي القيمة على ال-Out شو نحكي نتفرج عليها هل هي أكبر من VCC ولا أقل من VCC إذا كانت أقل من VCC نحن 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 لكن إذا كانت أكبر من VCC شو منحكي 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 أنه Output equal VCC equal 5 Volt طب دكتور على فرض كانت VS 2 Volt بتكون V Out 10 لا بالظل 5 لأنها هي بتأخذ الماكسيمum فقط الماكسيمum Volt اللي موجود عندي على باور سبلاي اه تمام قد ما تكون يعني مش منطق ما هو كمان أنا عندي باور سبلاي 1 فولت تمام وهذا الواحد فولت أكبره 1000 مرة ويعطيني 1000 فولت كيف يعني يزبط ما بالحالة هاي منحكي عن Linear Circuit ما حكينا اي خصائص تاني لقلو بس حكينا انه هيك حكينا بالدايود انه أنا بعطيك AC Signal وبعملها Clamping أو Doubling أو tribling ومنطلع منها DC مقداره 3 VS المرة الماضي حكينا صح لكن هذا ما بينطبق حاليا على l-ambi-fair l-ambi-fair حاليا ما بيعمل لأنا doubling لل input circuit أو مش doubling عفوان يعني ما بيعمل Clamping يعني ما بقدر يعطيني DC أو AC Signal أكبر من Power Supply Signal نهائيا حسنا حسنا آه طباب طباب معناها لما بيطلع Out Voltage عن VCC شو بحكي دوغلي بحكي إنه بدي أنط عن هاي وأوصل هون إشي بتسميه Comparator شايفينه هاد وعلي عم برجع لهاي بدي أحكي عن إشي Comparator of M خاصية من وين أريد أشوفها طيب هنا شغلتها بريسية بريسية نشوفها من الرسمي هاي في شغلة هلا إذا كان V Plus Minus V Negative قيمته positive هاي إذا كانت القيمة positive difference بيكون V Output equal positive value صح وهو Gain positive فإذا كان الInput positive معناها الOutput رح يكون positive شو أعلى قيمة بالpositive عندي أنا الخمس بولت صح صح دكتور طيب إذا كانت هاي قيمة negative بولتش طيب إذا كانت القيمة negative شو أعلى قيمة بالnegative أو أقل قيمة بالnegative مدام هذا positive معناته القيمة بيوت كلها رح تكون negative صح شو أقل قيمة بالnegative عندي هون لحتى أقدر أطلح على برا بخمسة لا الخمسة أعلى قيمة القيمة اللي تحت اللي هي المينس VCC اللي هي زيرو هون إذا أنا كنت إذا حطت هون أنا ground إذا كنت أنا حاطت هون ground بحكي إنه إذا كانت VS negative رح يكون الأوت وشو ماله زيرو وإذا كانت الVS positive إذا كانت الVS positive شو يعني يعني إنه الماكسيمم value رح تطلع لي شو مقدارها خمسة هذا بيعطيني نوع من أنواع السيركيت يعني إحنا طلع معنا خلينا نحكي بالصدفة اللي هو شو بيحكي لك بيحكي لك إذا كان ال 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 المترجم اللي ما تيجي عليه بالعادة شو بيكون AV High Infinity شايفينها I AV إحنا باللوبرشن المليفير لما بتيجي على السوق أنت بتلاقيها مئة ألف خمسمائة ألف قيمتها مثلا مليون قيمة كبيرة كثير بتكون فلما يكون الدفرنس عندك فولت وين فولت ويكون هذا infinity معناته أي positive value هون شو رح تعطيني قيمة أكبر من خمسة صح وأي negative value حتى لو قيمة صغيرة شو رح تعطيني رح تعطيني ال minus VCC اللي هو إيش اللي هو هذا اللي هون أوكي وهذا الحكي بشوفه بالسلايد ها بتطلع عندي هون بتطلع إذا عندي أنا هاي المعادلة لنفس اللي ذكرنا هناك هذا شو بيحكي لك إذا كان V input أكبر من V input 1 يعني إذا كان هذا أكبر من هذا هو هذا شو هذا V plus minus minus صح إذا كانت AV high infinity يعني يا بيعطيني على output plus infinity صح يا بيعطيني minus infinity مزبوط فإذا كان plus infinity وين بوديني على VCC وإذا كان minus infinity وين بوديني على minus VCC معناها شو بقدر أكتب معناها بقدر أكتب إنه إذا V VN 1 أكبر من VN 2 يعني إذا كانت VN 1 ناقص VN 2 أكبر من 0 يعني positive value هاي إذا كانت هاي القيمة positive value شو بيطلع عندي على output V V output V V c تمام إذا كانت ال input 2 يعني إذا كانت VN 1 minus VN 2 أقل من 0 شو بيطيني بيطيني minus V c هذا احنا منسمي comparator شو يعني بيقارن لك الإمبوت الأول مع الإمبوت الثاني إذا كان الإمبوت الأول أكبر من الثاني شو يعطيني bcc إذا كان الإمبوت الأول أقل من الإمبوت الثاني شو يعطيني minus bcc نطلع على هذا الشكل نفترض أن V input هاي هاي ثابتة بدأ أسميها threshold هاي ال V إمبوت بدأ ثابتها عن قيمة معين نفترض أنها 2.5 ودأ أجيب signal اللي هي V input 1 هاي الخط الأزرق تمام هاي V input 1 وال threshold عندي مين هو V input 2 زي كأني شو بحكي كل مرة بدي تقارن لي إذا كان V input 1 أكبر من threshold طلع لي 5 إذا كان أقل شو بتطلع لي 0 volt أو minus V cc يعني هاي V cc هون وهون شو هاي هاي minus V cc مفهوم شو يعني يعني أنا هنا في عندي 5 اللي هاي 5 volt وهون في عندي 0 volt إذا كنت أكبر من threshold يعني إذا كان V input 1 أكبر mL threshold يطلع لي 5 وإذا كان أقل mL threshold 1 بنزل لي على 0 وهكذا هذا الحكي زي كأن أنا بحكي لك شو بحكي لك إن حط لي هون constant voltage بتعبر مثلا عن 25 درجة c ok 25 درجة c اللي طالع من temperature كم مقدار على voltage 25 mV يعني ثبت هون 25 mV ودخل input voltage من sensor هون بصير شو يعمل بصير لما بيطلع 25 mV شو بيعمل بيشتغل يعني بيعطيك 5 V على output هؤلاء 5 V على output بقدر أشغل في circuit ثانية زي بسميها relay أو switch electronic switch وبتشغل لي الكمبرسور بصير عندي أو مش الكمبرسور خلينا نسميه الهيتر وببلش يدفل جو أو يبرد حسب الغاية اللي بدك مفهومة هاي الرأس مشو هي أو الجزئية تبعة الكمبراتور آه دكتور مفهوم تحكيلي بس شرح سريع عليها جمليتين أشاء ننهي إذا كان عندي V input الاثنين مثلا الأكبر من V input الواحد سأكون عندي V V minus ستكون سالب نعم سأكون عندي V output سأذهب باتجاه minus V CC 100% بينما عندما يكون V input أكبر سيعطيني V plus minus V minus سأكون موجب سأذهب على V CC وبحد لدي قد اشعر مثلا هون بهاية الرسمة V C سأكون 5 V بينما إذا أرغب على السالب سأكون للصفر هذا أكثر 100% صحيح يعني بأروح للبوزيتف infinity بأروح لمن للنغative infinity بأروح يعني بأروح بأروح للزيرو البوزيتف infinity عندي بالنسبة لإلي هي الخمس V وال minus infinity بالنسبة لإلي هي 0 V بأروح بأروح الآن الآن وهو واصل على البورت الثاني أو الترمينال الثاني للباور سبلاي فعندي أنا 2 باور سبلايز واحد بوزيتف و واحد دقات فالمثال تباحهم أنه compare with a threshold إذا عندك ثريشولد معين بدك تقارن معه بدك تدخل الثريشولد على واحدة منهم بدك تدخل الإنبوت على البوزيتف أوكي بتبلش تقارن حسب السيقنال اللي عندي هذه السيقنال اللي عندي قاعدة بتنزل بس طلعت هون شوي يعني بتنزل وبترد تطلع شوي بس لترند الكامل لإليها نزول فهي طالعة بوزيتف 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 بعدها فوق الثريشولد هنا لما نزلت تحت الثريشولد يعني صارت هذه القيمة نقطة نزلت لعند الزيور لما رجعت طلعت لأن الثريشولد وصلت لبوزيتف وبعدين ردت رجعت له من الزيو منطقي الحكي لحد الآن بناء على الفرضيات اللي افترضناها هون تمام تمام معناها المرة الجاي أنا رح أرجع أحكي عن الانفيرتينج أمليفير ورح نحكي عنه مثال يعني بدل ما أحض open loop يعني بس 2 input و output رح يصير في عندي من الoutput بواصل شو بواصل في عندي resistance على الانبوت هاي رح أسميها أنا r feedback أو feedback resistance هاي الفيدباك resistance رح شو تعمل رح تعمل لي limitation على ال gain تبع الامبليفير بدل ما يروح للانفينيتي وبطل أقدر أعمل تحكم فيه فدل ما دائما يعطيني plus vcc و minus vcc بصير شو يعطيني صير يعطيني قيمة إلها علاقة في مين إلها علاقة بالانبوت هذا رح نبلش فيه المحاضرة الجاي إن شاء الله اللي هو the non أو the inverting amplifier اللي هو ال inverting amplifier اللي هو amplifier بدخله source signal بيطلع على ال output amplified و شماله و negative زي هيك يعني المرة الجاي منشوفه إن شاء الله يعطيكم العافية يا شباب و ديروا بقى معي خالق شكرا 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 شكرا